السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم في قناة متفخدارين اتمنى كلكم تكونوا بخير وعلى خير انتم ما كتشاهدوا هذا الفيديو اليوم ان شاء الله سنحضر معكم مواضي من حلوية العيد حلوة ديال المعلقة سهلة اقتصادية مكونات ديالة جيد جيد بسيطة كتخرج منها كمية كثيرة كتجي جيد راقية في المنظر ديالة والماضاق كيجي كيحمق اتمنى تجربوها وتنال الاعجاب ديالكم اللي جرباتها تخليلي في تعليقات كيف اجتاهم ما تنسوش تشتركوا في القناة باش تسلب جديد الوصفات ايضا ما تنسوش انكم تفعلوا الجرس باش تسلب الاشعارات فابقوا معايا تشوفوا المقادرة وطريقة تحضير وفرجة ممتعة فعلى بركات الله سنحتاجوا بالنسبة المكونات عندي ثلاثة ديال بيضات كاس ديال زيت كاس ديال سكر سانيدة مع القا ديال زبدة جوج مع القبارين ديال كاكاو المر جوج اكيز ديال خميرات الحلوية ما يعدل ستاش القرام طحين على حسب الخالط وقابسة صغيرة ديال الملحة كي ملاحتيوا معايا مكونات ديالة بسيطة وان شاء الله غادي تفرق فكل بيت اهنايا غادي نجيب الكسعة اولا الاناء فاش غادي تخدمونتوما انتمنى فعلا انكم تجربوها خصوصا اللي بغتك تدير حلوة ديال العيد وحلوة تكون سهلة وبسيطة وفي نفس الوقت جراقية وهمة وشان تجرب هاد يعني تجرب هاد الحلوة هادي فاكيد ما غاديش تحشن بك اهنايا غادي نجيب اول بيضة غادي نحيد البيض ديالة غادي نخليه تزين غادي نخدم فقط بالصفر يعني غادي ندير وجوج ديال البيضات كاملين والبيضات الثالثة غادي ندير مننا فقط الصفر غادي نزيد كس ديال السكرسانيدة كس ديال الزيت قبصة صغيرة ديال الملحة معلقة ديال الزبدة كنديروا المكوينات كاملين في خطرة واحدة غادي نخلط مزيان سيرجع لي خالية متجانس هنا من بعد ما أرجع لي الخالية متجانس سنضيف الطحين خليط مخصوش يكون مرخوف قد تشكل لكم الحلوة بكل سهولة و لا تشقق نضيف شبكه خمارات حمر و نضيف الفياج أما بالنسبة للطحين فأنا اغربلتوا قبل ضرورة الطحين يكون مغربل باش هكال الحلوة ديالكم كتنصافخ وفي نفس الوقت ما كتعدبكمش يعني فاش كتكونو كتخلطوا الطحين مع المكوونات ما كيكونش فيه تكتولات باش العجين هكا ديالكم تجير طبان هنا يكن جمع العجين ديالي كيما كتلاحظو الخالي تخصو يجي ارتب ومرخوف وفي نفس الوقت مد الكوش يعني غير جمعوه بالنسبة الكمية ديال الطحين لدرس فادرس 400 جرام ديال الطحين والطحين دائما كيختلف من نوعية لوحدة اخرى فمشي بالضرورة انكم ديرو 400 جرام ممكن انكم تديرو اكثر او الاقل على حسب النوعية اللي عندكم حد دائما الطحين يعني كين نوعية كتشرب ونوعية ما كتشربش بزاف فاعني طحين عينيكم ميزانكم هنايا القوام ديال يعني القوام ديال الحلوة ديالنا كيكون على هاد الشكل هادا كتجير طباء ومرخوفة صافي هنايا غادي نجيب واحد البلاستيكا غادي نديرها فاش غادي نشكل اما بالنسبة للطبصل غادي تنسوا بالكمية بالتشكيل تنسى يعني بالتشكيل ديال كمية كاملة عاد غادي نزينهم ونديروهم في الطبصل شوفوا معايا الطريقة كيفاش كتحربلوها كواحد الحربوليكون طويل واحد شوية كتجمعوهم الجناب وكتحولو انا كم تقرصو شوية لبسطة باش كيجيكو ما كالشكل بحل الباطو او بحل العين طريقة راها ساهلة ومبسطة وما كتاخدش لوقت وايضا ما كتحتاجوش نهائيا الطوابع خصوصا الناس اللي ما كيتوفروش عندهم طوابع او لا كيتوفرو عندهم او بغاو يبدلو الشكل سوفي هنا غادي ندير فوق شي بلاستيكا ولا فوق شي بلاتو او طبصل على حسب الرغبة ديالكم غير حاولو انكم ديروا فوق شي حاجة اللي ما غاديش تلصق لكم فوق منها الحلوة حيث ما زالين غادي نهزوها سوفي هنا غادي نستمر بنفس طريقة تنسى لها الكيمية اللي عندي كاملة عادي غادي نزينوها كنديرو هكا حربول كي ملاحتيو معايا كنحاولو اننا نجمعوه من الجنب ونقرصو الوسط طريقة ساهلة ومبسطة انا حاولت انني ما نسرعلكم شاد الفيديو هادا باش شوفوا الطريقة بتفصيل انا هنا غادي نكمل بنفس طريقات عن سليل كيمية اللي عندي كاملة فغادي نخليكم مع الفيديو انا هنا غادي نكمل بنفس طريقات عن سليل كيمية اللي عندي كاملة غادي نجيب البيض اللي خلينا في الاول غادي نحاول انني نخلطوها باحد الفرشيتام زيان باش ما يبقوا ليش في هداك الخطوطة اللي كيكونو في البيض وغادي نحتاج كاوكا ومهرمش عبض كاوكا ومهرمش ممكن انكم تديرو اللوز مهرمش او لا اللوز ايفيلي او لا زنجلان على حسب اللي متوفر عندكم ايضا ممكن تديرو تلكوك على حسب الرغبة ديالكم صافي غادي نبدان هزكاء الحبات اللي عندي كيما قد لكم مل ضروري انكم تحطو الحلوة ديالكم اما هكا فوقش بلاستيكا او لا فوق الكاغت ديال الزبدة باش يسهل عليكم انكم تهزوها رغم انها يعني ما كتلسقش وانا ما غير باش تحفظو على الشكل دياله يبقى هو هادك كنفند الحلوة ديالي في البيض ومن البعد كنفندها في كوكا ومهرمش كتحاولو انكم تغطسو الجناب وتغطسو الوجه باش يجي كلها مغلفة بكوكا ومهرمش او لا باي نوع ديال المكسارة تدرسيوها صافي كنديرا في الصافيحة اللي غادي تدخل الفرن او لا في طبصل ديال الفران فادلعتنا ارانياد ديت الفران كيسخن على درجة حرارة 180 كنشعل عليهم الفوق وملتحس وايضا فاش ندخل الحلوة ديالي كنخليهم شعول من الفوق وملتحس وبالنسبة للناس اللي عندهم الفران ديال القاس قليلوا الاقل درجة عندكم باش هكال حلوة كتنتفخلكم وكتبلكم زياني حاولو انكم تخليوا مسافة ما بين كل واحدة واحدة باش يلقوا فين غادي ينتفخوا وميلتسقوا لكمش بالنسبة للطبصل ديال الفران اما دهنوه بشوية ديال الزيت او لا ديرو فيه الكاغة ديال الزبدة على حسب الرغبة ديالكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا عندكم وغادي نضحوهم في صفحة ديال الفران هنا ايام بعد اما عمرت التبصل لول ديال الفران غادي نجيب واحد المعلقة او بالنسبة للناس اللي غادي يضع لهم الشكل ديال الحلوة ديال لهم فاش يعني كيكونوا كيف نندوها فاش تديروها في التبصل قدوها كيما كتلاحظو كنخشيها كواحد المعلقة في الوسط كيس حاولو انا كومتتحفرو ذاك الحفرة مزيان باش مالبعد يعني يصلح ان انا نعمروها بشكلات غادي ندخلها الطيب ونعودو انطلاقها هنا ايام بعد اما طبتلي الحلوة ديالي وخدتلي اللون الذهبي كما كتلاحظو كيفاش كتولي هنا غادي نجيب شوية ديال الشوكولات اللي بيض مدوب وغادي نديروه في ذاك التوق باللي درناب المعلقة فما كتحتاجوش بزاف ديال الشوكولات قريبا واحد المية جرام ديال الشوكولات يعني غالباش عمرو ذاك التوق باللي في الوسط ممكن انا كومتديرو الشوكولات اللي كحل او لشوكولات البيض على حسب الرغبة ديالكم هنا غادي نعمرهم كاملين بالنسبة الحلوة ديالي فخرجتلي اه اه اربعة وخمسين احبة وعد انا هنا كما لاحطي وراني درس حجم متوسط انتو ما يلادرسيهم صغارين غادي يخرجو لكم كتر هنا يلدزين غادي نجيب شوية ديال الشوكولات الكحل غادي ندير هاكا فوقهم فسط منهم شوية واحد من القيطات وغادي ندير هاكا واحد الخط باش يجيني على شكل وردة او لنخلة هاكا كيزيدهم واحد الجامالية وما كتحتاجوش بززاف كيما كتلاحظو را كان دير غير من القيطات بالكيوغدون اعطي شكولات الكحل ومع Dieser حلوة لدي شكلت الكحل تنسى لي الكيمية اللي عندي كاملة غادي ندخل هاا باش شكلت اشد راسو يبرد ونعود ونطلقها باش نشوفوا الشكل دياله النهائي فأخبتي هنا مبعد ما يعني كابرت الشكلات ودرسها في التفصل لتقديم كما تلاحظوا كيف يجي شكل دياله جيد دراقي والمادق ما نعود لكم الجاكي حمق رغم البساطة ديال المكونات نتمنى تجربوها وتخلي بليف تعليقات كيف حاجاتكم اللي جربتها ما تنساش يعني تخلي بليف تعليقات كيف حاجاتكم ايضا ما تنساش تدعمونا بليكات ديالكم بليكومونطيق ديالكم خليتكم على اخير والى وصفة اخرى ان شاء الله